إذن قلنا أن الأعراض ما هيش أعراض سبيسيفك الأعراض بتبدأ أحيانا في حالات الأكيوت للفيفر واللوسف أبيتايت والليترشي ولكن فيه عراض برضو ما هوش سبيسيفك للأنابلازموسيس ولكن هو مرتبط تقريبا بمعظم حالات البلد برازايد إنه بيحصل إسويلينك في منطقة النك وتمتد أحيانا إلى منطقة البلي أو أسفل البط والأماكن السفلة والأماكن الرخوة من الجسم دي حاجة مش كاركترستيك بالأنابلازموسيس ولكنها قد تكون مصاحبة لمعظم الإصابات بطفاليات الدم مفيش سبيسيفك بي ام ساينز عشان كده بنقول إن المرض في أغلب الأحيان بيكون مرض صامت مفيش أعراض مميزة ولكن إحنا بنستدل بالكلينكال ساينز مع البي ام طبعا إذا فيه حالات فوق مع اللاب عشان نقدر نعمل عملية أكيرو دياجنوزيس نتكلم بعد كده على الدياجنوز بعد الكلينكال ساينز لكن قبل ما نخش في الدياجنوزيس فيه حاجة من الحالات اللي هي بتبقى مرتبطة بالبلابرازايت وبالأنابلازما اللي هي البلادي يورين ديزيز والبلودي يورين ديزيز في كتير من الأبحاث قالت إن الأسباب بتاعته unknown وأنا جمعت عينا من اليورين وشفت إن ما بجعمل سنتريفيوش على 6000 ربي ام من مدة 6 دقائق بلاقي جزء أو فيه رواسط بيضاء وكأنها منرالز أو حاجة زي سولتز ففيه بعض الأبحاث زي مثلا أو الكتب اللي ذكرت إن بيكون الأسباب الريد يورين ديزيز أو البلادي يورين ديزيز في الإبل قد يكون الأسباب مرتبط بالكالسفيكيشن في الرين البلبي في الكبني وده من الأسباب اللي هي موجودة وبقوة في الإبل ولكن بتحليل اليورين وفحصه ماكروسكوبيا وجدت إن فيه عدد كبير جدا من خلايا كوراية الدم الحمراء والهيموجلوبين وكان واضح جدا في الفحص حتى إن كمان فيه حالات كتيرة جدا من حالات البلادي يورين مش بس إن هو تم العصور أو تم اكتشاف الأنابلازما أثناء الماكروسكوبيك إجزامينيشن مجعمل بلود سمير ولكن كان كمان فيه إصابات بأثر بايرو بلازموديس أو أثر بلاد برازايد على رأس هذه الإصابات الإريسروزون وده عبارة عن واحدة من الإنتراسولار ريكيتسيال ديزيز وده بيكونش زي الأنابلازما أو فيه اختلاف بينه بين الأبلازما إن هو بيكون عبارة عن سنجل بايرو بلازما موجود في السنترال فبنسميه أنابلازما سنترال أو على المارجن فبنسميه أنابلازما مارجنال أو حتى في الوايد بلاد سيلز فبنسميه أنابلازما فاجوسيتوفيليا ولكن بيكون فيه أكتر من بايرو بلازما موجود فيه إنتراسولار أحيانا إكستراسولار كمان البابيزيا واللي كانت بتبقى موجودة أحيانا في عدد من الإصابات الموجودة خاصة فيه هجين السباقات واللي بتعمل الإصابات اللي هو البلادي يورين ديزيز كمان هناك بعض الإصابات المرتبطة بالمايكو بلازما زي المايكو بلازما هيموليمة وديليك اللي ذاكرها طبعا كمان أفق كمان ليد للعالم وارنري فكل الإصابات دي ممكن تكون مشتركة في الإصابة بالبلادي يورين ديزيز بالإضافة إلى السبب اللي إحنا نلوانا إنفكشوز اللي كان مرتبط بالكالسيفيكيشن فدي الأعراض الظهرية لكن بنخدش في الدياجنوزي هنا الكليكال ساينس واللي هو مش سبيسيفيك والبيم دياجنوزيس اللي أحيانا بيكون فيه ارتباط باللارج من الليمفينوت حتى كمان اللارج للسوبرفيشن اللي في فلود ممكن يكون من الكليكال ساينس ولكن ايضا مرتبط بالأذر بلاد برازايت ويكون هو أكتر قريب من يكون للسيلير يعاني الأنابلازما لكن الاعتماد الأساسي على اللاب دياجنوزيس وخاصة الميكروسكو بيكتشن والكومبليت بلاد بيكتشر الكيميستري أناليسيز وكمان الأطاق طبعا البي سي ار ولكن مش متوفر ومش متوفر في أغلب المختبرات دي حالة هناخدها كسبيشال كيس في حالات الأنابلازموزيس اللي تم تشخيصها ميكروسكوبيا ومتفق التشخيص الميكروسكوبيا مع الأعراض ودي حالة من حالات هجين السبقات اللي كان بتظهر أعراض تردي ملحوظ في البرفورمنس بتاع هجين السبقات وتم طبعا الكشف عن المرض ميكروسكوبيا وكان مصاحب له ارتفاع في درجة الحرارة ولكن بالكشف عن الهيمترولوجيكال برامتر كان فيه ارتفاع واضح في خلايا النيتروفيل وارتفاع مصاحب بصفة عامة الخلايا المناعية وكان بتقرب من الحد الأعلى 15.6 لكن النيتروفيل كانت واضحة جدا مصاحبة طبعا بالخفاض في الليمفوسايد وانخفاض في عدد كورات دم الحمراء والهيموجلوبين والهيماتوكريت ووجود صفاة عامة بشكل طبيعي بداية فيه ارتفاع لبعض انزيمات زي الالدي اتش اللي هو مقدرش اقول انه هو مرتب بالانابلازما هنا لكن فيه الخفاض واضح جدا ملحوظ في الحديد وفي الكالسيوم ففيه دي من الحالات اللي هي الحالات التيبكال الانابلازموسيس لكن لما نجي نشوف الفحص ده بعد فترة من العلاج بعد سبعة أيام كان النتائج تغيرت شوية فبدأ يحصل الادابتيشن للمناعة بدأ شوية النيتروفيل ما يقل شوية وبيحصل الادابتيشن ما بين النيتروفيل والليمفوسايد ولكن استمر الارتفاع المناعة فالحالة هنا اصبحت حالة كرونيك وفيه حصل تحسن في الانيميا فبدأ تحصل احسن الارتفاع في كورات الدم الحمراء والهيموجلوبين والهيماتوكريت لكن هنا فيه ارتفاع في الليفر انزيم خاصة الاس تي والالدي اتش وهنا مقدرش اقول ان الارتفاع له ارتباط بالانابلازموزيس الوحدي ولكن ممكن يكون له ارتباط اكتر بالعلاج بالانابلازموزيس وهي خاصة العلاج بالاميدوكارب اللي بيكون له تأثير سلبي على الكبد وبيؤدي الى ارتفاع في انزيمات الكبد قد يكون فيه حصل اجزوهوشن في الجلوكوز فحصل نقص في الجلوكوز ولكن هنا الارتفاع اللي احنا شايفينه بالنسبة للحديد هو ارتفاع واحد من نتيجة للعلاج بالانابلازموزيس لكن ما نقدرش نقول هنا ان فيه حصل الارتفاع بالانابلازموزيس ولكن هنا هنشوف فيه ست من القبل اللي تم الريسين كامل في الجلوكوزی وarignالة الغالوت شايفات nenhuma الاانابلازموزيس في الارتفاع واضح في النتروفيل في ارتفاع في المونوسايت هو ما للمونوسايت لم يكون مصاحب لديه انابلازموزيس ولكن ايضا بيكون مصاحبة للاد براذايت واخصة الي بيتلاد Server counts في البداية بيكون فى إرتفاع في حالات الأكيوت خاصه لو كان وكس بحصل انترا فس كلا觉得 فيها ا��ن بو سيتوزهوش جز جد priorities في خراية في الصفاحة الدموية ولكن بيحصل اجزوهوشن بعد كده وبتبقى البون مارو بينتج كميات قليلة من البرتلس وبيحصل انخفاض في البرتلس او سيرومبوسايتوبيني فعلى حسب الوقت الاصابة بيكون يتم تعيين او يتم ان احنا نشوف ان البرتلس هل هي طبيعية الارتفاق وانخفاض او غير طبيعي دي الصورة اللي احنا تكلمنا عنها في البداية ان كمان ان وليما قرأ إن تملكوا على وجود البايربلازم سواء ما انابلازم مرجنال او انابلازما سنترال او او انابلازما فاجو سايتوفيليا لكن كمان في حاليات بتبقى الكر det 걸� relieve وجود الأب نورمل ار بي سيز زيحالات داكروسايد ار بي سيز اللي بتبقى شكلها عاملة لشكل الدمعة او الاسميندلد ار بي سيز اللي بتبقى شكلها عاملة يعني لها اطراف حده من الجنبين او خلايا الاكسينتروسايت اللي بيقى فيها خلايا نصها فيها هيموجلوبين ونص التاني يبقى فاضي او في خلايا الجوستس اللي بتبقى فيها البهتة خالص وبيقى فيها النسبة بسيطة جدا من هيموجلوبين كل ده بتبقى حيارات كراستريستيك جدا لوجود الأنيميا مع وجود البيروبلازم اللي مشار ليه بالسهم ده بيديني تأكيد وتشخيص بما يدعى مجال الشاك مع ربط بالأعراض الكلينيكل بأن الحالة هي حالات آنابلازموس العلاج احنا قلنا العلاج بما ان هو كان مشخص او في البداية ان الانابلازما هي نواع من انواع البكتيريا فكانت نتيجة للاستجاباتها الانتيبيوتيك اشهر الانتيبيوتيك اللي بتستجيب لها الانابلازموس هي عبارة عن الاكسترسايكيلين والفلورفنيكول والإنرفلوكساسين وشركة باير عملت منتج اسمه بايتريل 100CA وده سكلته واخد FTA بروفل في علاج الانابلازموس كمان الاميدوكارب دايبروبيونيت من اكتر و اكتر ادوية فعالة في علاج الانابلازموس يليها الدايمينازين السيتيوريت ولكن الاميدوكارب هو الاكتر فعالية يعيبه بس ان هو لوسايد افكت بالنسبة للكابت عشان كده دايما بنقول ان يجب مصاحبة علاج الاميدوكارب بليبر سابورت تريتميند ده كان عن التريتمين عن البروفيلكسيس لازم نعمل كنترول للتيك والبيت بكده احنا كده اغطينا كاف الجوانب مرض الانابلازموسيس لو احنا عايزين نعرف اكتر معلومات وبشكل تفاصيلي ادوك فعندنا موقع كامي لوان نقدر نحن ندخل ونشوف المقالة اللي بيكلم بالتفصيل جدا على الانابلازموسيس ونشوف معلومات اكتر شكرا ان حسن سمعها